عندنا كلام كتير نكلم حضرتك فيه بخصوص المنتخب وبخصوص النادي الأهلي بس خلينا نبتدي بالنادي الأهلي وتحديداً ماتش إمبارح في ظل غياب بنكلم حوالي 15 لعيب لعيب الدولين طبعاً كلهم عندنا إصابات وفي المقابل شفنا إن في البعض من اللعيبة اللي كان بقالنا فترة ما بنسمعش حتى إسمها كان عندهم فرصة ذهبية إن هم يشاركوا في اللقاء بالأمس وشفنا أداء إلى حد كبير نقدر نقول إن هو مرضي وواعد للجاي فكيف رأيت أنت هذه المباراة؟ زي ما حدك قلت وزي أنا هوندي مقاليت بالضبط يعني المباركة كويسة جداً حلوة جداً فرقة مصر السلوم طبعاً بالسلوم طبعاً فرقة كويسة جداً منظمة جداً زي ما حدك قلت برضو ده كل ده بيخلي المباراة تطلع في إطار جيد النقطة الثانية إن فيه لعبة كتير جداً وحش تلعب وفيه حاجة مكاسب كويسة جداً بس لازم يعرف إن الناس كلها تعرف إن ده بيلعب في النادي الاهلي فالطبيعي جداً إن ونازمة كويسة وده شيء رائع إنه مبسلًا ما بيلعب ونبالعبهم ش وتBruno فترة طويلة ويجي يلعب عشان هو في النادي الاهلي أو ينتمي للنادي الاهلي أو بيلعب في فريق النادي الاهلي فلازم يكون كويسة ده طبيعي جداً وده شيء جميل وإهه الفرقة كبيرة تبدأ كده على طول الشيء الجيد أن فيه لعبة المنتخب بايشماوتين لعبة كثيرة بتريح. لعبة جديدة بتلعب. وده اللي هو أثبت أن هم يستحقوا أن هم يكونوا يلبسوا في تي شيرت النادي الأهلي. وده شيء رائع وده شيء جميل. والمكسب الحقيقي هو النادي الأهلي كيسب. بدليل أن عشان برضو في مشكلة كبيرة جدا أن مباراة الكاس غير مباراة الدوري. مباراة الكاس بتبقى فيها مفاجآت كبيرة جدا جدا جدا. ممكن فرقة زي السالون تطلع النادي الأهلي. هذا حاجة طبيعية جدا. بس النادي الأهلي كانت فرقة متماسكة. الفرقة كانت كويسة جدا. منظمة جدا. فرقة السالون. وبقى على فكرة فيه برضو فيه نقطة أن النادي الأهلي بيحب يلعب مع الفرقة المنظمة. بيحب يشلعب مع الفرقة العشوائية. من مفاكر العشوائية. طبعا. وغير كده يا كريم أنا عايز أقول حاجة أن فرقة السالون مصر السالون برح. بصراحة أنا فجئت لأن أنا ما أسمعش عنها حاجات كتير. إنما لقيتها فرقة منظمة جدا. ده اللي خل المباراة تطلع بالشكل المنظم وبشكل كويس جدا. وبأداء كويس بالطرف. ومكسب للاتنين. ومكسب للاتنين. ده شيء جميل. وعشان كده برضو أن فرقة المصر السالون في الدرقة اللي هي بتلعب فيها. لازم تبقى مميزة. إن فرقة فعلا مباراة كانت منظمة جدا بتلعب على استاد السلام. استاد كبير. غير طبعا. استاد بتاعهم أكيد. مش زي استاد السلام أو استاد القاهرة. فإحنا شفنا فرقة بصراحة منظمة جدا. النادي الأهلي يعرف يلعب معها كويس. لأنها فرقة منظمة. وده الطبيعة وده الشئ الجيد في المباراة.